سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي سنعود بناء على طلب العديد من الأصدقاء لتسجيل حلقات صباح القدس التي كنت أقدمها بصورة يومية ومن ثم تخليت عن إعادة تسجيل كل المقالات لكن الآن سأكتفي بصباح القدس وربما ببعض الأحيان مقاطع على الحروف عندما يكون هناك موقف يستحق بذاته أن ينقل وعوضا عن السلاسل التي كنا نقدمها سواء تحت عنوان سيناريوات نهاية الحرب أو أسئلة حول الحرب والهدنة سنعود إلى صيغة الموقف اليوم التي هي سلسلة تحتمل في كل يوم أن تتضمن هي الموقف والتحليل بالإضافة لذلك سأبدأ سلسلة خاصة بتاريخ الصراع في المنطقة فلسطين والاستقلال والمواجهة الهيمنة ليس لتقديم سلسلة متصلة بمعنى متلاحقة ومنتظمة لكن لمحطات من هذا الصراع تسهم بالنسبة للأجيال الجديدة وهو في الحقيقة بناء على طلب جيل الشباب أن أبسط لهم فهم تاريخ المنطقة وسراعاتها بما يجعلهم يعيشون اللحظة على خلفية هذه القراءة التاريخية وسأتابع سلسلة في علم السياسة كلما تبلورت فكرة تحتاج إلى إضاءة وإلى تقديم سأبدأ اليوم بسلسلة صباح القدس بحلقة اليوم طبعاً أما الحلقات التي فاتت فهي موجودة ومنشورة على تويتر وعلى تيليجرام وعلى مجموعة صباح القدس في الواتس أب أقول فيها هذا اليوم صباح القدس صباح القدس للرد الآتي عاتية على العاتي فالمقاومة تملك المشروعية على كل الجبهات وقد تعرضت شعوبها وساحاتها للاعتداءات من العراق إلى إيران وصولاً إلى لبنان وبات حق الدفاع إطاراً لتغيير الأوضاع وفرض المعادلات الجديدة حيث لا خيار إلا المواجهة واحتمالات الحرب غير بعيدة وهي تعود إلى الواجهة والأمريكي الواقف على المفرق يكتفي بالرسائل وبريدها لكنه مع إسرائيل في مأزق والإسرائيل يريدها والمقاومة لا تخشاها وسوف تمنحه فرصة تذوق طعمها بينما يخشى الأمريكي ابتلاع طعمها ويصول ويجول تحت شعار البحث عن حلول ويعطي من طرف اللسان حلاوة لحماس معترفاً بقوة حماس بعدما دعا إلى اجتثاثها من الأساس وهو من يقتل ويساعد على الاغتيال ويقترحه بديلاً للقتال بعدما انتهت الحرب إلى الفشل وفقد الأمل وساد اليأس أمام ما لدى المقاومة من بأس لكنها مشكلة الوقت فكيف يحل معضلة البحر الأحمر وماذا لو تصاعدت حرب القواعد الأمريكية في العراق وسوريا أكثر حيث لا يكفي تهريب البوارج والحاملات لتفادي الموت ولا سحب جيش الاحتلال من القطاع يشكل سبباً لهدوء الأوضاع فمن جهة سعي لتخفيف وتيرة التصعيد وخوض الحرب من بعيد ومن جهة حاجة للتسريع والبحث عن حل سريع يعيد هيبته في البحار وإمساكه بأمن الملاحة بينما اليمن يعلن القرار ويمسك سلاحه ومثله الاحتلال في أسوأ حال إذا خفف وتيرة الحرب وأخذ بنصيحة الغرب فماذا يقول بشأن الأسرى للعائلات وماذا عن مصير المفاوضات وماذا يقول للمهجرين من المستوطنين عن توفير شروط العودة تحت مظلة الردع وأنهم يعودون آمنين وهو يعرف أنه عاجز عن تغيير الوضع وهذا المأزق هو سبب التخبيص والوقوع في حيص بيس لذلك تصبح الحاجة للرد في هذا التوقيت لتضع الأمور في نصابها برد مميت يجعل أمريكا تعيد حسابها ويقول لإسرائيل إن خيار الحرب مستحيل وإن ركبت رأسها سوف يزداد اليأس على يأسها وهي لم ترى من المقاومة إلا بعض بأسها وشعوبنا تقوم بالحساب لا تهمها التهديدات ولا تبالي إلا بانتظار العقاب عينها على الميدان وهي تعد الأيام والليالي سلام القدس لكم وعليكم